بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي أهلا وسهلا بكم يتجدد اللقاء في حلقة من حلقات مدرسة على الهواء وحلقة خاصة بالمراجعة النهائية في مادة اللغة العربية أهلا وسهلا بكم أبنائي الأعزاء أبنائي الأعزاء احنا طبعا على مدار أكثر من حلقة راجعنا النصوص وراجعنا القراءة وراجعنا أيضا البلاغة واليوم بندي كده يعني نقول ورقة الامتحان شكلها حيبا بإذن الله تعالى طبعا إن شاء الله يعني امتحانات كلها جاية سهلة وما فيش أي خوف ولا أي يعني ألأ من الامتحانات بإذن الله تعالى طبعا أولاد احنا عارفين أنه النظام السنة دي هتبقى سنة تانية ورقة واحدة فيها موضوع التعبير اللي هو بيبقى موضوعين بتختار منهم واحد بيبقى التعبير إبداعي كمان فيه التعبير الوظيفي وده إجباري وبيبقى فيه سؤال في قصة وإسلامها كلنا بنجاوب عليه طبعا وإحنا عارفين كويس جدا أنه القصة بتشتمل عدة أسئلة مقالية أو اختيار من متعدد كذلك أيضا موضوعات القراءة ممكن يجي لك موضوع واحد إجباري أو ممكن يبقى موضوعين تختار منهم واحد بعد كده طبعا بنشوف أسئلة الأدب وبنشوف أيضا أسئلة البلاغة دي قطعة إجبارية بتبقى من برر منك طبعا زي ما احنا متعودين وتدربنا كتير جدا هنا طبعا فيه مدرسة على الهوى وبعد كده طبعا بندخل بقى على النصوص الأدبية النصوص الأدبية بيبقى عندك نص إجباري وإنت عارف كويس جدا أنه النصوص النثرية بيجي فيها سؤال إجباري أما النصوص الشعرية فبيجيب لك نصين بإذن الله تعالى أنت بتختار واحد من النصين عاوز تجاوب على كله بعد ما أنت تخلص المطلوب منك ممكن تجاوب على السؤال الثاني ما فيش أي مشاكل طبعا بعد كده بيبقى عندي قطعة نحو وإنت عارف أنه النحو كله بيبقى إجباري أربع كلمات أعرف من فوق الخط وبعد كده إيه استخراجات من خلال الدروس اللي أنت درستها أو من خلال التراكمي اللي أنت درسته في السنين اللي فات طبعا أبناء العزاء تعالوا النهاردة نبدأ بقطعة النحو تاعتنا القطعة بتقول عندي هنا المسجد والكنيسة طبعا أنت عارف العنوان ده يعني معناها المسجد والكنيسة يبقى معناها في يعني ألفة ومحبة بين أبناء الشعب المصري فنشوف مع بعض بهجة فرحة بسمة ارتسمت على وجه كل مصري يعشق طراب هذا الوطن العظيم ذلك عندما قام ابن مصر البار السيد رئيس الجمهورية بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح على أرض العاصمة الإدارية الجديدة فالمسجد والكنيسة يتعانقان في أنشودة حب وسلام ووحدة أبدية ليشهد العالم على عظم مصر وما أعظم أن يخطب شيخ الأظهر داخل الكنيسة والباب داخل داخل المسجد وما أعظم أن يهنئ المصريون بعضهم في سنفونية حب لم نرى مثلها من قبل حمى الله مصر وحفظ قائدها وشعبها وجيشها الأبي طيب أبناء العزاء أنت شايف قدامك القطعة طبعا بتتكلم عن المسجد والكنيسة مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح اللذاني قام السيد رئيس الجمهورية طبعا بافتتاحهم يمكن في عيد ميلاد المسيح طبعا في عيد يوم القيامة عيد القيامة طبعا هنا يمكن رسالة يشهد عليها العالم بأسره إن مصر ستظل حامية لأبنائها مسلمين ومسيحيين وستظل في وحدة أبدية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى والكلام ده طبعا احنا شفناه قبل كده في صورة 19 وبعد ذلك سنظل متحدين إلى أن تقوم الساعة هنا طبعا أولاد بالنسبة للمسجد والكنيسة هو أول سؤال دايما بيقول اعرب ما تحته خط يعني هيجي لك في الانتحان سؤال اعرب طيب طالب أقول لا ميستر أنا أعرف إزاي أنا أعرفش أعرف لا الاعرب سهلي جدا أنت بتتتبع خطوات الجملة من بدايتها يعني تبدأ الجملة ماشى إزاي من بعد الفصلة أو إذا كانت في أول الكلام فهنا عندي بهجة فرحة يبقى كلمة بهجة إذا بدأ بنكرة فهي خبر لمبتدأ محزوف تقديره هي هي إيه بهجة أو هذه بهجة طيب يعشق تراب هذا أنا شايف بقى بهجة دي هنحط عليها إيه ضمتين هم يبقى ضمتين مظبوط طيب يعشق ترابة هذا الوطن اعرب هذا إيه لو بصيت في اعرب هذا يعشقه هو ترابة ترابة إيه هذا الوطن يبقى بالتالي هنا هذا اعربها طبعا حيبقى اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه شايف العرب حيبقى ازاي يعني يا عرب هذا هنا ايه مضاف إليه يبقى اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه هذا الوطن العظيم ذلك عندما قام ابن مصر البار السيد رئيس الجمهورية بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح على أرض العاصمة الإدارية الايه الجديدة طب يا مصر احنا مش عارفين العرب الجديد طب تعالوا نجيب الجملة من أولها على أرض العاصمة الإدارية الجديدة يبقى هنا فيه أولاد فيه كسرة فيه ايه كسرة بص النطق كده على أرض العاصمة الإدارية الجديدة يبقى هنا فيه كسرة طيب ما تعالوا نشوف مع بعض أدي على حرف جر وأرض اسم مجرور بعلا وعلامة جره الكسرة ويسأول طب مين يقول لأعرب العاصمة إيه؟ أنا سامع الكثير منكم بقول مضاف إليه؟ صح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة طيب الإدارية تعرب إيه؟ تعرب نعت طب والجديدة برضو نعت وده بنسميه تعدد نعت إنما انت هتغرب على طول هتقول على كلمة الجديدة هنا كده أعربها نعت ماله مجرور بالكسرة أو مجرور علامة جره إيه؟ الكسرة طيب نكمل سوية فالمسجده شايف هنا فيه ضمة والكنيسة يتعانقني آه مين بقى منكم؟ شاطر يقول لأعرب يتعانقان إيه؟ أنا برضو سامع كتير جدا من بنات الفضليات دولة يا مستر يتعانقان ده فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بسبوت النون صح وألف الاثنين ضمير بارس متصل مبني في محله رفع فاعل إجابة نموزيجية يبقى بالتالي هنا اعرب يتعانقان فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بسبوت النون يعني إيه أولاد سبوت النون يعني أننا ألاء النون موجودة قدامي طيب في أنشودة حب وسلام ووحدة أبدية ليشهد العالم على عظمة مصر وما أعظم أن يخطب شيخ الأذهري داخلها طيب مين يعرب داخل؟ يعرب داخل على طول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يبقى هنا داخل ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة دول يا أولاد أول طلب بيطلبه منك اعرب ما تحته خط أو اعرب ما فوق الخط وإحنا طبعا من خلال دراستنا من أيام الابتدائية لغاية ما احنا وصلنا الثاني يا سانوي عارفين كويس جدا بنعمل جدول إيه؟ إعراب بنعمل الكلمة إعرابها وهكذا طيب السؤال الثاني والمعتاد رقم باء استخرج من القطع مضارعا منصوبا بعلامة فرعية أبناء العزاء يا حبازة لو أنك أنت كل شوية تقعد كل طلب يعني كل ما يطلب منك طلب أقعد إعراء القطع ما فيش مشكلة لأن الوقت متسع معك أنت معك ثلاث ساعات مظبوط اقرأ القطع مع كل طلب هتفهم القطع أكثر فأكثر يعني هو دلوقتي يطالب من المضارع منصوب بعلامة فرعية بعلامة إيه؟ فرعية خلي بالك مش علامة إيه؟ يعني مش علامة أصلية عاوز علامة فرعية طيب علامة فرعية يعني إيه؟ يعني معناها أنه هو ممكن يبقى منصوب بحسف النون لأن العلامات الفرعية ثبوت النون في الفعل المضارع وحسف النون في حالة النصب وحسف النون أيضا في حالة الجسم طيب تعالنا نشوف مع بعض بهجة فرحة بسمة ارتسمت على وجه كل مصري يعشق ترابة هذا الوطن العظيم ذلك عندما قام ابن مصر البار السيد رئيس الجمهورية بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح على أرض العاصمة الإدارية الجديدة فالمسجد والكنيسة يطعنقاني في إنشودة حب وسلام ووحدة أبدية ليشهد أنا سمع بقى بعض الأولاد بقول أقف يا مصر هنا ليشهد تعال نشوف ليشهد دي هتبقى إزاي؟ أنت عندك اللام دي لام إيه؟ زي ما أنت درستها السنة دي درست اللام التعليم وأنا لو كلمتك على أدوات نصف الفعل المضارع بص معايا كده على هذه الورقة مثلا هنا هتبقى عندي أدوات نصف الفعل المضارع أهي زي ما أنت درستها أدوات نصف المضارع بفكرك بيها هو واضح بتبقى عندي مين؟ أدي أن بص معايا كده أن شرطة لن شرطة كي شرطة لام التعليل شرطة حتى فاكرين أولاد معايا؟ ها؟ فايه؟ السببية أنا سمعكم بتردده هو خلاص؟ وعندي فا أن ولن وكي ولام التعليل وحتى فا السببية وعندي لام الجحود دي الأدوات اللي بننصف بيها الفعل المضارع أن ولن وكي ولام التعليل وحتى فا السببية لام الجحود دي اسمها أدوات ايه؟ أدوات نصف الفعل المضارع فأنا بفكرك بيها طيب تعال نشوف مع بعض هاتلي بقى هنا الفعل اللي احنا قلنا عليه منصف بايه؟ بايه؟ على طول قلنا حزف النون يبقى عندك هنا ليشهده؟ هقول عليه على طول اهو شوف بص كده ليشهده؟ يبقى ده فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نص به حزف النون ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة عشان ده من الأفعال ايه؟ الخمسة طيب مطلوب تاني مضارع مرفوع بعلامة فرعية طلع ليه فعل مضارع مرفوع بعلامة فرعية مرفوع بقى يبقى على طول عندي مين؟ يا تعانقان لسه احنا إلينا فعل مضارع ها؟ ليه طيب يا تعانقان؟ علشان هو من الأفعال الايه؟ الخمسة الأفعال الخمسة كل فعل مضارع تتصل به ألف الاسنين أو وهو الجماعة أو يا المخاطبة طيب مين الشاطر يقول لي اتصلت به ايه هنا؟ واردونا سامع الكتير منكم بقول يا مستر هنا اتصلت به ألف الاسنين يعني معناها دل على كام على اسنين يبقى يا تعانقان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة مطلوب تاني مضارع مجزوم وازكر علامة جزمه هات القطعة من الأول علشان تعرف المضارع المجزوم الأول نتكلم في أدوات الجزم ايه هي؟ نكتبها مع بعض هنا كده على ورقة ونشوفها مع بعض اللي بتجزم فعل ايه؟ واحد ادي هنا في نفس الورقة بتاعت النصب أدوات جزم المضارع دي بتجزم فعل ايه؟ واحد طيب زي ايه يا أولاد؟ زي لم وزي مثلا لام الأمر وزي لما وزي لا الناهية كل دي أدوات ايه؟ تجزم فعلا واحدا أدوات جزم الفعل المضارع لفعل واحد لفعل ايه؟ واحد طب واللي بتجزم فعلين يا أولاد بالمرة نعرفهم كده قالك اللي بتجزم فعلين كما يالي بالمرة أدي أدوات بص معايا كده أدوات تجزم فعلين اللي هو ببقى فعل الشرط وفعل جواب ايه؟ الشرط فعل الشرط وفعل جواب الشرط تجزم فعلين زي ايه؟ زي ان وخلي بالك ان الوحيدة دي حرف الوحيدة حرف شرط يعني دي حرف ايه؟ شرط والباقي كله اسماء شرط يعني ان ومثلا ومن ادي من وما ومهما ومتى وكيفما واينما وان واي كل دي أولاد اسمها اسماء ايه؟ شرط بس خلي بالك اي دي بحسب ما تضاف ايه يعني مثلا ايه؟ لازم يجو رأي اسم نكر يعني اي طالب يذاكر دروسه ينجح فيه الامتحان يعني بص كده لازم يجو رأي ما اضاف ايه؟ ادي اي طالب مثلا يذاكر دروسه ينجح على طول في الامتحان ينجح في ايه؟ في الامتحان يبقى هنا اي دي اسم شرط جازم لازم حيجو رأي ايه؟ مضاف اليه يعني كلمة طالب دي مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسر يبقى عندي ادوات الشرط الجازمة ان ومن وما ومهما ومتى وكيفما واينما وان واي وحيثما برضو وايان كل دي احنا بنسميها اسماء شرط جازمة ما عدا ان فقط اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى حرف شرط جازم طيب نعود مرة اخرى الى القطع اولاد ونشوف مع بعض هنعرف نطلع الفعل المضارع المجزوم ازاي؟ بص معايا كده على القطع نشوف مع بعض ادي القطع بتقول ايه بقى عندي؟ برضو بنبدأ على ارض مصر على ارض العاصمة الادارية الجديدة فالمسجد والكنيسة يتعانقان في انشودة حب وسلام ووحدة ابدية ليشهد العالم على عظمة مصر وما اعظم ان يخطب شيخ الاذهري داخل الكنيسة والبابا داخل المسجد وما اعظم ان يهنئ المصريون بعضهم في سنفونية حب لم نرى اه اوقف هنا يا مستر انا سامعه اوقف هنا يا مستر طيب يوقف ليه المستر علشان احنا نلاقينا الفعل المضارع المجزوم اللي هو مين؟ لم نرى طيب مين يقول لي مجزوم بايه؟ انا سامع برضو كتير بينكم بقول يا مستر ده مجزوم بحسفة حرف العلة يعني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم وحسفة حرف العلة طب مين يقول لي هشكل ازاي؟ هتحط فتحة يا مستر ليه؟ علشان الحرف المحزوب هو مين؟ الف لم نرى لم نرى ارحب بابنتي نرهان من محافظة القاهرة اهلا وسهلا بك يا نرهان ارحب سهلا بك يا مستر ازايك يا ابنتي؟ الحمد لله ويا سامع ها عامل ايه في المذاكرة؟ الحمد لله الامتحان سهل ان شاء الله ان شاء الله بسهلا بسهلا موري في نص في موضوع العلم والتقنية العلم؟ اه العلم والتقنية ايه تمام اه يقول ماذا يحدث لو لم نصح لم نصحش المفهوم على التقنية في المهارات الحرفية؟ اه الذي يحدث ستتخلف البلاد نتيجة لإهمال العلم ولا يحدث التقدم اطلاق ما هو لازم احنا علشان نتقدم نربط الدرس بقول كده نربط بيه بين العلم والتقنية او العلم والتقنية وجهاني لعملة واحدة معنى ايه التقنية؟ يعني معناها انه فيه نورهان تطبيق عملي تطبيق ايه؟ عمل يعني ناخد مثلا النظرية العلمية مثلا في الكيمياء او في الفيزياء ونروح نطبقها على طول فين؟ في المعمل ده معظم العلوم تعتمد على ذلك فلو احنا ممشناش بالعلم والتقنية في طريق واحد يبقى هذا يؤدي الى التخلف سؤال تاني نورهان؟ او من نص علم وعمل النص علم وعمل على ما اعتمد الخطيب في تنصيق عباراته؟ اعتمد الخطيب في تنصيق عباراته على الجمل التي تصدر منها موسيقى وهي الايه؟ الاسدواج وهي الاسدواج فاعتمد اعتماد كله على الاسدواج طيب زي ايه الاسدواج؟ زي ايه؟ ما لي اسمع حسيسا ولا ارى انيسا بص كده نورهان معايا ما لي ارى وهده اسمع حسيسا مزبوط ولا ارى انيسا معايا نورهان؟ طيب يبدو ان الخط قد انقطع سنعود مرة اخرى هنا يا ابناء الاعزاء نشوف مع بعض في القطعة مرة اخرى مطلوب منك طلعنا احنا المضارع المجزوم خلاص بقى وقلنا انه هو مضارع مجزوم بلا معلامة جاز محاسفة حرف العلم طيب مطلوب منك تاني استخرج بدل ونبين نوعه اه ده بقى هنا تراكمي واحد بقى ييجي وقول لي يا مستر طيب احنا ما درسناش البدل السنة دي لا خلي بالك النحوة والبلاغة بيجوا ايه تراكمي يعني هتلاقي حاجات من السنين اللي فاتت لكن سهل ان شاء الله اللي هو كلمة مين الوطن ليه؟ لانه الاسم المعرف بقل بعد اسم الاشارة بيعرى بيحبايبي طبعا ايه بدل مطابق بس بشرط اكتمال معنى الجملة لانه ممكن يقع خبر لكن هنا طبعا على طول اسم الاشارة على طول لو جيه بعد اسم لو المعرف بقل جيه بعد اسم الاشارة انا بيعربه على طول ايه بدل مطابق يعني هياخد نفس اعراب كلمة هذا يبقى طراب هذا الوطني يبقى بدل ايه مطابق مجرور وعلامة جره الكسر الاستخراج رقم خمسة بيطلب مني مصدرا سماعيا واخر قياسيا واسكر فعليهما طيب مين اقول له اولاد يعني ايه مصدر سماعي معنى مصدر سماعي يعني معناها سمع هكذا عن العرب يعني معناها ملوش قاعدة معينة اتلاقي الاوزان ملوش قاعدة ايه معينة يعني مثلا كلمة خضرة بتديني مصدر ايه خضرة بص معناها كده اهو ببساطة يعني انا عندي الفعلة مثلا ايه خضرة شوف بقى ازاي ادي خضرة ده على وزن ايه فعلة ده حيديني مصدر خضرة طيب على وزن ايه سماعكم اهو فعلة خلاص طيب عندي الفعل غلاء اهو ده على وزن فعلة طيب حيديني ايه غليان على وزن ايه فعلان طيب انا عاوزك تبص للفعلين اتلاقي الفعلين اللي اتنين على وزن فعلة لكن تعال بص ليه الوزن الصرفي للمصدر بتاعهم هنا اصبح خضرة على وزن فعلة هنا اصبح غليان على وزن ايه فعلان عشان كده سموه ايه اولاد سماعي ملوش قاعدة سبتة بنمشي عليها انما المصدر القياسي مصدر القياسي بيبقى لفعل رباعي ده هنا بسميه قياسي يعني له قاعدة بنمشي عليها لفعله رباعي او لفعل خماسي او لفعل سداسي واضح وهكذا يبقى رباعي خماسي سداسي ده بسميه على طول مصدر لفعل طيب نرجع مرة اخرى عشان نطلع المصدر من القطعة يبقى هنا على طول عندي لو بصيت في المصدر السماعي يعني معناها زي كلمة وحدة وزي كلمة حب طيب وقياسي زي كلمة افتتاح 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 تعد افتتاح ده تلاقيه ايه خمسة سؤال تاني اولاد بيقول بقى عندي بص كده بقول سطرة ادي هنا هو سطرة سطرة الابداع المصري عندما تزور العاصمة الادارية بص كده معايا سطرة الابداع المصري عندما تزور العاصمة الادارية عبر عن معنى عن المعنى الصابق باسلوب شرط اداة وجازمة وغير ما يزم حاولي بقى على طول حاول ان تزور العاصمة الادارية فسطر الابداع المصري تاني هتبقى انتظر العاصمة الادارية فسطر الابداع المصري ليه حطيت الفاء دي الفاء اسمها فاء الجزاء او اسمها الفاء الواقعة في جواب الشرط حطيتها ليه لانه شرط اساسي عشان وجود من السين يبقى هتبقى تاني انتظر العاصمة الادارية فسطر الابداع المصري رقم ده يقول انظر الى الطرق الجديدة فستعجبك ان تنظر الى الطرق الجديدة فستعجبك طبعا لو بصيت لكمية الطرق اللي تم افتداحها هتعجبك ويعني هتعلم تماما ان احنا فيه تقدم بازن الله تعالى انظر الى الطرق الجديدة فستعجبك ان تنظر هو عاوز ايه هنا هو بقول بين نوع الفاء يبقى نوع الفاء هنا على طول طالما هنا فيه امر يبقى دي بسميها فاء ايه فاء سببية تنصب الفاء لمدارع تعجبك ده مدارع منصوب طيب ان تنظر هنا شرط بقى الى الطرق الجديدة فستعجبك يبقى ضم ليه لان الفاء دي فاء لايه الجزاء طيب احذف الفاء واعرب الفعلين يبقى عندي حشيل الفاء هنا هتبقى انظر الى الطرق الجديدة ستعجبك ستعجبك واضح ستعجبك يبقى احط عليها سكون ستعجبك مش لش السين انما هنا لازم اشيل السين يبقى ان تنظر الى الطرق الجديدة تعجبك يبقى هحط ايه سكون خلاص يبقى الاثنين بعد حسف الفاء هيبقوا ساكنين بس ده وقع في جواب الطلب وده وقع في جواب ايه في جواب اه الشرط الفعل يشهد اجعله واجب التوكيد مرة وجائز والله لا يشهدن المصريون المستقبل الزاهر وهل يشهد هل يشهدن اكشف عن ميلاد في مادة ولدة ابناء العزاء هكذا الاوقات السعيدة تمر مسرعة ولا سعني في النهاية الا ان اتوجه بالشكر الى القائمين على هذا العمل العظيم ولا سعني الا ان اقول عشت يا مصر راية جماء ومنارا للشرق يهضي الضياء ورعاك ال الهنيلا وشعبا وطرابا مقدسا وسماء ووقاك الاعداء حمرا وذرقا وكفاك الضغائنة السوداء طبتم ابناء العزاء وطابت اوقاتكم والى لقاء جديد عن قريب باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته